موسيقى مشاهدين سلام الله عليكم و اهلا بكم من جديد باتت الساحة الليبية في كل يوم تفرز العديد من الاحداث المستمرة نتيجة المستجدات المتلاحقة فما بين مصالحة وطنية في مدينة الزاوية واطلاق لعدد من السجناء من بني وليد الى اجتماع لاعيان ومشائخ برقة واعلان عن تأسيس مرتقب لمجلس شيوخ هناك ومجالس بلدية ماضية في طريقها عبر الانتخابات الجارية في المدن الليبية مرورا الى باريس التي تحتضن قمة فرنسية افريقية رئيس الوزراء علي زيدان حاضر فيها وحديث عن صوملة ليبيا في حال استمرت الاوضاع في مسارها الحالي الحديث اكثر حول هذه القضايا التي حصلت اليوم اذا ينضم الينا عبر الاقمار الاصطناعية احد اعيان قبيلة المغاربة السيد صالح لطيوش وايضا الباحث القانوني فرج زيدان ايضا سيكون ضيفنا عبر الهاتف عبد ربا البرعصي رئيس المكتب التنفيذي لاقليم برقة والسيد احمد لنجي عضو المؤتمر الوطني العام اذا سابدأ مع سيد عبد ربا البرعصي رئيس المكتب التنفيذي لاقليم برقة سيد عبد ربا اهلا بك اهلا بك مرحبا نعم سيد عبد ربا خرجت قبل نحو يومين في مؤتمر صحفي وتحدثت عن مجموعة من القضايا واليوم يخرج اعيان ومشائخ اقليم برقة ويعلنون عن تأسيس مجلس للشيوخ يعني تعليقك حول اجتماع اليوم تفضل اجتماع اليوم طبعا هو لمشائخ واعيان برقة كما شاهدتي في حاضرتك في الجلسة وما ارتطرقنا اليه في المؤتمر الصحفي وايضا في اجتماع سبكان برقة في مدينة طبرق هو ما اكدوا الحاضرون اليوم وهذا كلام دائما نؤكد فيه نحن دائما نقول وندعو لكل الناس انه لسنا دعاة تخصيم بل نحن في الاساس دعاة واحدة واحدة التراب ومن خلال بيان اجتماعنا في طبرق وايضا البيان اليوم نؤكد على وحدة الوطن ولكن لا نذكر ان نريد النظام الاتحادي وفقا للدستور 51 ايضا يا اختي هناك لوم على ليبيا الاحرار حقيقة تم تسجيل اصدار البيان في طبرق ولم يبث الى الان فحقيقة نعاني نحن من ظلم الاعلام نوعا ما اللي الان لم يبث في اي محطة من المحطات نعم سيد عبد الرب فيما يتعلق بهذا الامر عندما يصلنا شيء نحن لا نتوانى عن اظهاره وليس لان هناك موقف من المحطة تجاه اي جهة مهما كان فكرها وتوجهها يعني هل كنت اليوم حاضرا في هذا الاشيماع سيد عبد الرب لا اليوم لم نكن حاضر لماذا؟ لان الدعوة من مكتب التنفيذي والمكتب السياسي نعم لم توجه لكم الدعوة؟ لا لم توجه لنا الدعوة لماذا لم توجه لكم الدعوة؟ هل من خرج اليوم من اعيان ومشائخ قبيلة اقليم برقة رافضون لتوجه الذي تثيرون به؟ لا منا مش رافضين ولكن نحن رغبنا عدم الحضور حتى الناس تاخذ الراحة في النقاش وفي الوصول الى نتيجة خوفا من المجاملة او العدم من قول الرأي بصراحة تامة فأحنا غبنا بقصد في هذا الامر حتى نبين للناس ان لا نريد طرف شيء ولا نريد الكلام دائما كمكتب التنفيذي والسياسي نريد الرأي من خلال اعيان وسكان برقة نعم سيد عبد الرب نحن اليوم هناك حالة من التوهان انتم المكتب التنفيذي اقليم برقة من جهة اخرى هناك الزبير اليوم مشائخ واعيان خلال برقة ايضا خرجوا بحديث عن تأسيس لمجلس الشيوخ اين انتم من هؤلاء؟ لا نحن يا اختي اولا احنا في صدد تشكيل لمجلس الشيوخ واردنا لعيان والشيوخ هم اللي اجتمعوا بنفسه لتشكيل هذا المجلس هل هم يعني مكملون لكم؟ نريد ان نفهم يعني اليوم من خرج من اعيان ومشائخ وسوف يكون معنا السيد لطيوش الذي كان حاضرا وسيضعنا في الصورة اكثر يعني هل انتم مكملون لهم؟ هل انتم لديكم مكتب خاص؟ وضح لنا اكثر لا هم مكملين لنا وهم داعمين في الاساس لنا لعيان وانتي يا اختي يعني اذا كانت طلحتي على بنيد البيان ستجلي كل ما يؤكد موقفنا من خلال وجود بند بالعودة للدستور 51 مشهورا لوجود بند التأكيد والتييد لاجتماع طبرق مشهورا لوجود بند صحب الثقة من عضاء المؤتمر والحكومة من اهل برقة لعدم قيامهم بالواجب فكل البنود اليوم هي داعا اساسا للمكتب السياسي والتنفيذي جيد سيد عبد الرب ستبقى معي وارجو يعني ان تكون متوصلين ومعنا لانه ستبقى معي لانه هناك العديد نعم اذا كنت تستمع اليك ابقى فقط نعم انا اسمع اليك سيد عبد الرب يعني يبدو ان الخط فوصل ولكن سوف نعود اليك سيد عبد الرب ان كنت تسمعني في هذه اللحظة اتمنى عليك ان تبقى معنا هناك العديد من المحاور التي نريد أن نتحدث بها معك لكن فقط دعوني نذهب إلى أحد أعيان قبيلة المغاربة سيد صالح لطيوش سيد لطيوش أهلا بك أهلا بك نعم سيد صالح لماذا لم توجه الدعوة إلى السيد عدربة البرعصي رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة أولا من نسبة الاجتماع اليوم واجتماعيان ومشايخ برقة أو سكان برقة الدعوة كانت محصورة على مشايخ وعيان برقة موضوع موضوع ما كانش فيها زي ما تقول نحن بنوجه دعوة للمجلس التنفيذي متعقليم برقة والله هذه ما كانتش واردة لأن نحن موضوع موضوع اجتماعي بحث يعني لا علاقة له لا بالتوجه والله يعني تحت اي توجه سياسي ما عندناش اي برنامج سياسي اليوم جيد ما بعيد عن السياسة اليوم جيد سيد لتوش عيدا لأفهم نقطة موضوع وطني اجتماعي يعني ماذا شعر قبص هل انتم تكملون بعضكم في يعني فيما يتعلق بتأسيس اقليم برقة يعني سيد عبدربة كنت تستمع اليها ليس كذلك أنا اسمع في سيد عبدربة اذا كان قال احنا جميعا من سكان برقة بالفعل احنا جميعا من سكان برقة جيد فيما يتعلق بالعمل السياسي والاجتماعي لا علاقة له بالمجلس التاسيسي او بالمجلس التنفيذي ولا الا علاقة باي عمل سياسي هذا موضوع اجتماعي وطني وتنادو مشايخ وعيان قبائل معينين وتطلق عليهم قبائل الجبارنا ودعو جميع مسميات سكان اقليم برقة او سكان المنطقة الشرقية بالكامل بكامل مسمياتها يعني نعم عساسا يحضروا لمناقشة الوضع الراهن في المنطقة الشرقية وفي ليبيا بصفة عامة جيد اجتماع اليوم سيد لتوش يعني دعنا في الصورة اكتر تحدثتم عن تأسيس مجلس شيوخ يعني وضح لي اكتر ما هذا المجلس هويته ممن يتكون مهامه احنا اول مرة هي فكرة وطلعت اليوم من مشايخ وعيان المنطقة الشرقية او مشايخ برقة احنا تعرف ان فيه فراغ سياسي وفيها انفلات امني كبير بالمنطقة الشرقية وفيه تصفيات فيه غادر وفيها غياب للامن بصفة عامة احنا اردنا ان نشكل جسم بالمنطقة زي ما تقولي مجلس شورة مجلس اعيان مجلس شوخ حتى التسمية لن تعد بعد يعني هالمجلس هذا بيكون يمثل اقل شيء زي المرجعية في المنطقة الشرقية في برقة اذا كان حصلت اي مشكلة لابد ان يجتمع هذا المجلس نقشها اذا كان ان جاءت اي وفد من برة لابد ان يجتمع بالمجلس اذا كان رأينا فيه اي شيء يندار للمنطقة لابد ان يكون عن طريقة اذا كان بالناقش ودولة ولا مؤتمر اذا كان بقى دولة ومؤتمر اذا نقشت من خلال هذا المجلس اقل شيء نبوه زي صمام الامان وزي مرجعية للمنطقة الشرقية سيد لتوش سوف اتحدث معك عن الالية التي ستكونونها من خلال هذا المجلس ولكن فقط اريد ان اسألك فيما يتعلق بقفل الموانئ النفطية اليوم كيف تنظرون لهذه المسألة وهل انتم سعونها بمساعة جدية لحل حالة هذا الامر اولا بالنسبة للموانئ النفطية اللي يقفل الموانئ النفطية هو حرس المشاءات بالمنطقة الوسطى كالمساعي منذ بداية قفل النفط ونحن نسعى للوصول الى حل اشكالية قفل الموانئ بصراحة لن نوفق حتى الان سواء كان من الدولة او من المعتصمين الجميع ما فيش واحد حقق مطلب الاخر يعني حرس المنشآت كان لهم طالب لما نطلبها من الموثمر ولا نطلبها من الحكومة لن تحقق قد تكون قاسية بالنسبة للحكومة أو ما هيش فبالتالي لن تحقق بعد حرس المنشآت احنا نجوه ونطلب منا انه يحل النفط ويفتح باعتبار النفط طروة ليبية وطروة واقتصاد ليبي ولا بد من فتحة ايضا يتحجج بحجة العدم تلبيث مطالبة فلحد الآن صراحة لن نصل ولكن نحن لنا مساعي حتيثة في هذه الايام ونتمنى بعون انها نصل الى حل حلة هذا الامر او معالجها بعون الله ولكن لا اؤكد ذلك نحن سعيين وان شاء الله رب نقدم اللي فيه الخير يعني هذا الصحة نعم هل لديكم اي تواصل مع السيد جذران او حتى مع رئيس المكتب تنفيذي ليقليم برقى سيد عبد الرب البرعسي فيما يتعلق بهذا الامر لا والله اول مرة احنا نتواصل مع السيد جذران من حين الى اخر بصفته هو المسؤول عن المنطقة الوسطى لحرس المنشآت وهو المسؤول الاول في المنطقة قبل قفل المواني ونحن هو الشخص الوحيد اللي نتحاور معه ونطلب منه في حل هالمشكلة ماذا كان يرد عليكم سيد الطيوش والله الردود هي جميعها كلام ما اول مرة كان فيه اكتشاف من حرس المنشآت ان فيه عددات او مقاييس الشحن مكسرة بالمواني ولن ثم معالجتها رغم المكاتبات اللي موجودة جيد من ادارات القياس هذا هو كلامي اكتر ما يقولنا ان تعبية النفط او شحن النفط يشحن بطريقة غير صحيحة ومن هذا الباب ارادوا ان يقفلوا النفط حتى يتم التحقيق في عملية التصدير السابقة جيد ومعالجة العيوب الموجودة فيه هذا هو المبرر التالي نعم سانتقل الى سيد البراس سيد البراسي انت معي الان نعم فيما يتعلق باغفال الموانئ نعم انا استمع اليك اتمنى ان تكون انت ايضا بالاستماع فيما يتعلق باغفال الموانئ النفطية سيد البراسي قلت في مؤتمرك السحفي قبل يومين بان زيدان حاور الجميع في المشهد الليبي الحاصل اليوم حاور من حاصر الوزرات انصار الشريعة وإلى غير ذلك الا انتم حسب وصفك يعني جماعة برقة وقلت بالتحديد الله امر بالتواضع وضح لنا هل انتم فعلا اليوم تريدون ان تجلسوا على طاولة حوار وان تفضوا هذا القفل لهذه الموانئ ماذا نفهم من هذا الكلام اولا نحن لا نمانس الحوار مع اي كائن كان حربي ولكن من حد اكد ان المناني اللي قافل النفط الان يجيس ابراهيم جبران اللي قافلين النفط هم سكان برقة واعيان برقة وفقا لمحضر وبيان اجتماع مدينة ببرق يوم 4 ديسمبر والبيان واضح ايضا اليوم الحاضرون اكدوا على التحقيق ضروري للتحقيق في شركة النفط فلا لا نحمل المسؤولية للسيد ابراهيم جبران ولا يحاور ابراهيم جبران وحدة في هذا الامر نعم تفضل تابع فالحجيجة يعني معالجة الفهم القرية غلط سوف تعالج بغلط اذا كان هناك شخص يحتقد ان المنجاف المواني النفطية الآن ابراهيم فقط فهذا يجب الحجيجة مختي نعم وضح لنا من هي هذه الاطراف الاخرى معلش يا اختي نعم دعني في السورة سيد ابراهيم قفل النفط كحرص للمشاهات لانه فيه بسرسة اما الان الامر عن سكان برقة وقالوا رأيهم وقالوا طرارا فيما في اجتماع طبرق في يوم الاربعاء في اربعة ديسمبر وهذا بيان اوضح الامر جيد ولكن من تتحدث عنهم سكان برقة سيد عبد الربعاء اجتماع طبرق عنش في اجتماع طبرق بنالهم اذهب وافتح النفط اذا اردت تبيع الحكومة الحالية فرفضوا وقالوا لا وقالوا لا وكرروا ذلك الف مرة سيد عبد الربعاء من تقصد هنا يعني بسكان برقة وفي طبرق يعني على خلفية المؤتمر الذي عقدتموه قبل نحو يومين اهالي طبرق خرجوا ونددوا بهذا الاجتماع او هذا المؤتمر الصحفي الذي خرجت به وطالبوا بفتح الموانئ النفطية دون قيد او شرط كيف ترد على هؤلاء الاهالي الذين خرجوا وطلبوكم بفتح الموانئ دون قيد ولا شرط ما من لندد اهالي طبرق بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته اه 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 نعم سيد عبد الربعاء انا استمع اليك سيد البراسي ايه قلت لك هل سمعتني ام اعيد لا اعيد معنش نعم قلت لك على خلفية المؤتمر الصحفي الذي عقدته قبل نحو يومين خرج اهالي طبرق اه ويعني نددوا بهذا الاجتماع وطالبوا بفتح الموانئ دون قيد ولا شرط كيف ترد على هذا الكلام يا اختي خرجوا لا يتعد لا يتعد عشرين شخص ونحن نعلم جيدا كيف تتعامل الحكومة مع هذه القضية قمت بعدهم سيدة البراسي يعني كيف عرفت انهم عشرين شخص فقط نعم كيف عرفت بانهم فقط عشرين شخص خرجوا هذا شي موجود على الطبيع انا في واقع التكن في مدينة البيضة وعرفت جيدا حتى من اللي خرج في هذا الامر وما هو قصد وما ذا يريد فنحن بس ما نبدوش في الاعلام نحك في في امور تقل من دينتنا ولا من وضعنا لان نحك في هذا المستوى اما الامر الواضح والواقع هو ما حدث في تبرق يوم الاربعاء وما حدث من اعيان اليوم هذا هو كلام برطة جيد سيد البراسي ايضا يعني خلال المؤتمر وانا هنا اركز على المؤتمر صحفي الذي خرجت به لان هذا كلامك وعلى لسانك وليس على لسان احد اخر ولك حق الرد طبعا شكرت في هذا المؤتمر حراس النفط يعني الذين حموا هذا النفط من النهب وصرق على حد قولك ووصفتهم بالابطال هل اوكلك يعني سيد البراسي الشعب يعني بالسفتاء معلم بحراسة النفط الليبي انا اتحدث عن النفط الليبي نعم سيد البراسي يبدو ان هناك مشكلة في الصوت من المصدر هل تسمعني الان سيد البراسي نعم جيد اذا في الكنترول ياريت نعود الاتصال بسيد البراسي نعود هل سيد فرج زيدان متواجد جاهز سيد زيدان اهلا بك اهلا بك اهلا بك تعليقك يعني تعليقك حول الحوار الذي دار سواء من السيد البراسي او من السيد اللي طيوش تفضل نعم في البداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى الكريم وعلى آله واصحابه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين لعلنا من خلال الحوار الذي دار سواء من قبل السيد البرعسي الرئيس ما يسمى بالمكتب التنفيذي لقليم برقة والشيخ الجليل اللي طيوش الان لحظت الان ان هناك يعني الباس متعمد على يعني على الليبيين وعلى خاصة على سكان اقليم برقة الشيخ اللي طيوش الان يتحدث ويقول بان الهدف من اجتماعنا هو اجتماء هو الحديث عن قضية اجتماعية ليس لها علاقة باي موضوع سياسي هو اراد ان يتحدث السيد لطيوش يعني بشكل غير مباشر بان نحن لسنا لا علاقة لنا بما يسمى بالمكتب التنفيذي لاقليم برقة وحتى دعاة الفكر الفدرالي الان لعلك انت لحظت الان حتى العبارات التي استخدمها السيد لطيوش في هذا الالباس المتعمد بدليل قوله وانا سجلت هذه العبارة عندما سألته السادفات عن قفل هذه الموانئ النفطية ارد عليك وقال بان الذي يقفل هذه الموانئ النفطية ليس هو الجدران بينما الذي يقفل الموانئ النفطية هم سكان برقة الان هذا في يعني خلال كلامه وهذا في الحقيقة يعني قول مبالغ فيه قول عاري جدا عن الحقيقة عاري جدا عن الصواب الان يبدو ان هناك مغالطات يعني متعمدة الان لا نعلم ما سبب ذلك هل هو ابتزاز الدولة هل هو تحقيق مكاسب سياسية ام امر اخر ولكن في الحقيقة نحن الان اذا ما اردنا ان نعلق الان على الاجتماع الذي حصل في منطقة الكويفة الان يمكننا ان نقول بان هذا هو عبارة عن اجتماع يعني معني اعيان وقبائل المنطقة الشرقية وذلك لمواجهة الاشكاليات وعملية الانفلات الامن وعدم موجود الدولة الان ومن ثم هذا المطلوب هذا هو موضوع كل اهالي المنطقة الشرقية تحديدا ومدينة بنغازي تحديدا وكل هذا الامر نحن ننادي به كنشطاء وكمستقلين من حيث التبكير الان يبدو ان هناك يعني تعمد استخدام منطقة برقة عندما نقول بان نحن من ننتمي الى سكان منطقة برقة ليس معنى ذلك اننا من دعاة الفكر الفيدرالي مثلا عن سبيل المثال وانما عندما نقول منطقة برقة اي بمعنى نشير الى التسمية التاريخية كما هو الحال في اقليم فزان وكما هو الحال في اقليم طرابلس الان وفي استغلال مثل هذه المواقف لتحقيق مكاسب سياسية ليس لا علاقة بما يطرح اولئك ودعاة الفيدرالية نعم سيد زيدان ابقى معي سوف انتقل مرة اخرى الى سيد لطيوش سيد لطيوش مرحبا نعم يعني طلبتم بسحب نعم في اجتماع اليوم طلبتم بسحب الثقة عن المؤتمر وعن يعني الوزراء في الحكومة يعني ضعني في الصورة اكثر هل لديكم يعني وماذا ترون بديلا لهذه الحكومة والمؤتمر المتواجد الان والله في صراحة يعني ما كتب في جدوى الاعمال او في المخطوطة اللي طرحت على المجتمعين اليوم كان من ضمنها سحب الثقة من من اعضاء المؤتمر ولكن انا شخصيا لا نقشت الكلام هذا ولا تكلمت على سحب الثقة ولا اقتنع بسحب ثقة من مؤتمر لا يزال في عمره شهر وبضعة ايام ما يعني لما تصعب منه الثقة في الوقت الحاضر هو كمل عمره بالكامل اذا كان فيه رغبة للشعب الليبي في طالة عمره المؤتمر فليمدد جيد هذا فيما يتعلق بالمؤتمر رغبة للشعب الليبي ماذ عن الحكومة يعني انا بصراحة راني ماش نعم ماذ عن الحكومة والحكومة من صنع المؤتمر الحكومة من صنع المؤتمر اعلم الحكومة من صنع المؤتمر والمؤتمر هو المسؤول على الحكومة يعني انت لا تذهب كثيرا مع هذه الفرضية بسحب الثقة جيد دعني فقط سوف اعود اليك ولكن لا اسحب لا اسحب يشار الي بان يعني سيد احمد لنجي عضو المؤتمر الوطني هو معنا الآن سيد لنجي اهلا بك اهلا بك مرحبتين مرحبتين نعم كيف ترد على يعني دعوة مشايخ عيان يعني قليم برقة بسحب الثقة سحب ثقة من من يعني يعني هم يطالبون بسحب الثقة عن الحكومة وايضا عن المؤتمر الوطني رغم ان السيد لطيوش الآن قال بانا لا اذهب مع هذه الفرضية لان عمر المؤتمر الوطني مازال يعني ليست لدي اكثر من المشهر قادم وهو عمر قصير فلدى علي ذلك تفضل اولا حييكم حيي يفق الكرام هذا الموضوع احنا اولا شخصيا لا مانع لدي ان تجتمع ان يجتمع مشايخ القضائب والحكمات في اي منطقة من ليبيا ويذارس الوضع الراهن الموجود في ليبيا هذا من حقهم ومن حق من يبدو رأيهم ومن حق من يقول ما يشاءون اذا كان هذا اذا كان هذا الرأي سألن يخدم المسطحة الوطنية العليا لهذا الدراس أنا حسب علمي من اجتماع الكويفي اليوم انه يتضمن مشايخ وشيخ خضائل وعقلاء وحكماء برقة وانا ارا فيهم بعض الشخصيات شخصيات وطنية وشخصيات لها وجهتها وقلامها المسموع في الشارع تشك في ذلك والمثال على ذلك الشيخ صالح طيب وشخي ذكر بانه ليس مع هذا الافتراض لهم طلبوه هذه طلبات صحب الثقة صحب الثقة من المهتمة او من حكومة هذا موكول الاعلان الدستوري لان احنا دولة دولة مؤسسات وعنك شعية موجودة لا يستطيع فرد او جماعة ان يفضوا رأيهم على باقي الشعب الليبي وعلى الشرعية المنتخبة من قبل جميع سكان ليبيا نعم هذه من ناحية ناحية ثانية لابد وانا طبعا مع بحسنية ارى ان هذا الاجتماع الهدف مننا هو مصدحة لديك كل كذلك هم يتوجسوا وانتم قلق على منطقة باقة ان هي لذاة مهمشة وان هي لذاة بعيدة وان هي تشفو من المركزية الموجودة في العاصمة وهذا من حق من يبدو وان يقول مثل هذا الرأي ولكن اريد اريد ان يبشر الشيخ صالح وغيره ان نحن الان في اتجاه الصحيح نحو تفتيت المركزية وان كل منطقة من المناطق الليبيا وبل كل مدينة من مدن الليبيا بعد انتخابات المجالسة البلدية لها حق في ادارة مدينتها وحق في محافظتها ادارة كاملة صحيحة وصوفها تعطى هذه المحافظات كوشان المحافظة في المستقبل معظم الصلاحيات والاقصصات المالية والادارية الواسعة بحيث لا يحتاج اي مواطن بأي محافظة او بلدية ان يتجه الى العاصمة حيث هي يقضي حاجة فيها او يقضي مصالحة فيها هذا شيء حياتي بالتدريج يعني عدرا في هذه النقطة وضح لي اكثر انتخابات المجالس البلدية وهي يعني في مستمرة يعني بعد ان تتشكل هذه المجالس هل سترصد لها ميزانيات خاصة ستكن لها مهام معينة الالية التي سيتم بها تنظيم هذا الامر نعم هذا قد تحدث عن قانون رقم 59 للحكم المحلي وهو صادر سنة 2012 يحدث اقتصاصات المحافظات وعلى المحافظات اقتصاد واسع جدا وعلى المحافظة واسع جدا كذلك البلديات ونظرا للظروف الموجودة في المنطقة الغربية من حيث الخلافات بين القضاء حول حدود كل محافظة ارجعنا وارجعت الحكومة ايضا طبع بنصيح من الحكومة يعني التأخير او تأجيل انتخابات المحافظات وعدنا وعدنا في قانون الحكم المحلي بحيث اعطينا اقتصاصات المحافظة لعميدة البلدية واقتصاصات المجلس المحافظة للمجلس البلدية اصبح الان عميدة البلدية لم يشك في مدينة حيكون اقتصاصات واسعة بدرجة وزير المالية والادارية ونقلت إليه جميع اقتصاد المحافظة كذلك المجلس البلدي سنقلت إليه جميع اقتصاد مجلس المحافظة هذا مما يساعد على تفعيل فعلا النظام المركزي وفعلا يستطيع أن يقدم خدمة صحيحة وسريمة لسكان المدينة كذلك الحكومة أيضا خصصت نيزانية لكل بلدية حسب عادل سكانها وحسب احتياجاتها وحسب ظهورها هذا شيء معمود به إن شاء الله وسنرى ذلك في بداية العام 2014 نحن بزنبينه وبينه حوالي السابيع فقط وينتهي وفي عام 2014 إن شاء الله هناك مدينية مخصصة لهذه البلديات وسأترون ذلك بإبيد الله فعلا الخدمات والمرافق والإسكان والكهرباء والشوارع والطرق ستكون نصفات البلدية نعم سيد لنجي يعني زيدان في أكثر من مرة منح لمن يقفلون الموانئ النفطية مهلة يعني لذلك وفي أكثر من مرة استخدم اللهجة الصارمة والحازمة في هذا الأمر إلى أنه لحتى هذه اللحظة لم يتم شيء فعلي على الأرض كيف تتابعون هذه المساعي لفتح الموانئ النفطية؟ أنا عسب علمي أن هناك خطوات إن شاء الله ستتم في فتح هذه المناشد البحرية لتصدير نصفنا ولا متأكد أن مشايخنا وشيوخنا وشيوخ قبائل برقة وعقالاها وحكماها مع هذا الجانب مع هذا الجانب لا شك في ذلك وهم يستعمل من جهتهم لفتح هذه الموانئ لأن هذا رزق الشعب الليبي ككل وليس بقصور على فئة معينة هذا سيتم المجابعة العسكرية أو الكيب الناس سيكون الحل الأخير ونرجو من الله لا نلجأ إليه نعم ابقى معي سيد لنجي أذهب إلى السيد البرعصي سيد البرعصي نعم يعني وفق لما قاله سيد أحمد لنجي بأن هناك تواصل مع الشيوخ والأعيان يعني فيما يتعلق بفتح الموانئ وأن استخدام القوة هو الحل الأخير تعليق نعم نعم والله يا أختي أنا نستغرب في كلام ضيفك من ناحية في البيان الأعيان العودة للدستور 51 وهو الآن يحكي على نظام بلديات ومحافظات أمرين هو يجتماحها من اليوم ستسقط جميع نقاط البيان بما فيه انقيام الجيش والشرطة وإلا ستنفذ كل ما هو في البيان والبيان يدعو للعودة للدستور 51 الشيء الآخر يا أختي أنا نستغرب إذا كان هناك أعيان فعلا وحكماء ومن يريد مصلحة برقة وليبيا عليهم ياتي ليتأكد من سرقة النفط وسرقة أموال النفط أنا أنا أريد نسل ضيوفك سؤال أين ميزانيات ليبيا منذ قيام المجلس الانتقالي إلى الآن 337 مليار أين هي؟ أين الخدمات في ليبيا وفي برقة وفي غير ليبيا؟ ليبيا لم تستفيد من إرادة النفط المؤتمر الوضع جيد سيد البراسي يبدو أنه انقطع الخط مع سيد البراسي سنعود إليه يعني أتمنى عليكم أن تتصلوا به سريعا يعني حتى يتم النقاش في هذا الأمر سيد زيدان نعم السيدان نعم يعني طالقك على ما قاله سيد لنجي وما تبعه من السيد البراسي نعم بلغة التحليل الفقه الدستوري نستطيع أن نقول فيما يتعلق أولا بكلام السيد ذنجي هو تحدث عن مسئلة إسقاط العضوية وأشار بأن مسئلة إسقاط العضوية يعني لن تكون إلا وفقا للإعلان الدستوري أرد عليه الآن بصفتي متخصص في القانون الدستوري الآن أن الإعلان الدستوري نص من بين حالات إسقاط العضوية إذا ما أخلى العضو بواجبات وظيفتي الآن أتكلم أرجو من السادة الآن كل إخوان اللي بين أن يركزوا معي وبالأخص أعضاء المؤتمر الوطني حتى يستفيدوا من نظرة الفقه الدستوري في ذلك الإعلان الدستوري ماذا ينص نص على عدة حالات لإسقاط العضوية من بين هذه الحالات إذا ما أخلى أولا إذا فقد العضو الثقة أو الاعتبار والحالة الأخرى إذا ما أخلى بواجبات العضو يعني هناك خلال ولكن الإشكالية الآن أن الإعلان الدستوري لم يعطي الصلاحية للمحكمة العليا لكي ترفع الدعوة القضائية من قبل سكان الوحدات الانتخابية أو الدوائر الانتخابية لرفع قضية أمام المحكمة العليا للمطالبة بإسقاط العضوية هذا من وجهة نظر دستورية السيد لنجي أيضا تحدث وبرر مسألة التأخير في مسألة المركزية المقيتة وقال بأن هناك إشكالية في المنطقة الغربية الآن وهذا الأمر ترتب عليه أن تم تأخير مسألة حل المركزية إلى الآن أعود وأقول له أن هناك مناطق الآن قد تم انتخاب فيها مجالس محلية مثلا بينها مدينة بنغازي على سبيل المثال الآن كان بإمكانهم أيضا أن يدعموا هذه المجالس المحلية ولكن بشرط بعد فرض الرقابة الإيدارية حتى يعني في هذه الحالة أن نتخلص من قصة الفساد الآن والتلكء والتباطئ الذي نشهده الآن من خلال المجالس المحلية هذا بصرحة فيما يتعلق بكلام الأستاذ الصالح الآن السيد عبد الرب الآن وقال بأن هناك مسألة يعني وجه سؤال لنا كضيوف الآن وقال أين نحن من قضايا من الميزانيات الهائلة التي رصدت في المجلس الوطني الانتقالي الآن ولم يعني في هذه الحالة نرى منها شيء في قليل برقة وفي غيرها من المناطق المهمشة وإلى غير ذلك من المسألة أقول له يا أستاذ صالح يا أستاذ عبد الرب الآن أن الفساد ليس مبررا لإعتماد النظام الفدرالي الآن الذي تسقونه الآن ثم بعد ذلك أنتم عندما قررتم فرض هذا النظام الفدرالي الآن دون أن تراجع سكان إقليم برقة ولعل ما يدل على ذلك الآن هو أنتم حاولتم إفشال انتخابات المؤتمر الوطني العام بحجة أن أغلب سكان برقة لا يؤيدون مثل هذه الانتخابات ثم تبين بعد ذلك يعني عدم صحة مثل هذه الأراء الآن هذا باختصار ما أستطيع أن أقول برؤية تحليلية متوازنة فقهية في تحليقي على مثل هذين الرأيين نعم دعني فقط أذهب لسيد طيوش لأنني جعلته أن ينطط كثيرا سيد طيوش عذرا على الإطالة ولكن نحاول أن نفهم المشهد الأكثر بإستعاءة جميع الضيوف المتواجدين سيد طيوش كيف ترد على السيد البرعسي عندما قال بأن النفط أو الموانئ النفطية هي محمية من قبل سكان برقة في العموم أولا راح أحترمنا السيد البرعسي ورجل من رجال برقة ما فيش كلام لكن يقول أن اللي مسكرين النفط هم شايخ واعيان برقة والاجتماع متاع طبرق اجتماع طبرق يوم 24 ديسمبر والنفط لهم يتجاوز حوالي الثلاث أشهر مقفل ساعة ما كانش فيها أعلان طبرق اللي هما 24 ديسمبر أنا اللي نأكد أن النفط قفل من قبل حرس المشآت وقفل بمسببات وطلب فيها التحقيق وهم اللي قفلين النفط وهم الجهة الوحيدة اللي نحن نحاولها ونطلب منها رفع أيديها على النفط هذا الصحيح وتحقيق المطالب الشرعية لهم طلب من يجب أن تحقق وعلى الدولة أن تحقق المطالب المشروعة لحرس المشآت أو للليبيين فيما يتعلق بالتحقيق في بيع النفط في العددات المحطمة والمكسرة في أشياء كثيرة طلبت منهم المفروض أن هذه الدولة تكون جاهزة لتلبية الطلبة نعم ولكن سيد لطاوش من يظهر في المشهد اليوم فيما يتعلق بعذراً لمقاطعتك فيما يتعلق بإقفال الموانئ من يتصدر المشهد اليوم ومن يخرج على الشاشات التلفزيونية هم سيد جدران ورئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة سيد عبدربة البرعسي هم من يتناولون التصريحات فيما يتعلق بهذا الأمر والله هذه أشياء تخص المجلس التنفيذي أو المجلس التاسيسي لأننا ما نشفيه المجلس نعم وما نعرفش من هو المسؤول عن قفل النفط لكننا نعرف ما الذي عرفنا هو حرص المشهد ما أنت قلت قبل قريبا أننا حرص المنشآت نناقش فيه نناقش فيه باتبارنا هو المسؤول عن حرص المنشآت في المنطقة الوسطى أثناء قفلها ولحد الآن يعتبرون المسؤول لأننا لن يوضع بديل له لحد الآن فأحنا نناقش في إبراهيم والزملاء إبراهيم من هذا الباب نجد أن نناقش ونحاور ونطلب لشأن الليبيين ضرورة تفتح المواني النفطية وهذا شيء مطلب الليبيين دعني أنقل هذا المطلب سيد لطيوش أعتذر منك ولكن دعني أنقل هذا المطلب المباشر إلى السيد البراعصي هل تسمعني سيد البراعصي؟ نعم هاكا نعم قال لك سيد لطيوش نحن كقبائل وأعيان نطالب بفتح هذه الموانئ والتحقيق فيما يتعلق بالمطالب وهذا أمر مشروع ولكن أيضا في المقابل سيد البراعصي هل تم توكيلك باستفتاء معلن من قبل الشعب الليبي بأن يتم حراسة النفط الليبي وتقرير ما هو المسار الذي ينبغي أن يتم الذهب به أو المضي به تفضل أولا يا أختي تأكدي أن الحال الصالح لطيوش من أعيان وكبار وأهل برقة يعني ليس مزايدة ولا نريد منه شيء ونحترموه ونقدروه في كل الأمور وفي كل الأشكال ولكن أنا نستفت معاه عندما قال هناك طلبات مشروعة للناس اللي قفلوا النفط نحن نريد هذه الطلبات المروعات ونفذها الحكومة فقط هذا ما نريد أما ردي على السيد لنجي فيما يتعلق من انتخابات المتهم الوطني معايا الصيو نعم نعم نحن في الاستماع تفضل فأرد عليه أن السيبراليين امتنعوا على انتخاب وأن مليون وأكثر ومئتين ألف خارج ليبيا وأن الفيدراليين تعلن وافقوا على انتخاب بمجرد موافقة المجلس الانتخاب في ذلك الوقت وتعديل المادة الثلاثين وأصبحت مجلس الستين عشرين عشرين الشيء آخر يا أختي الشيء اللي يجب يفهم الحال الصالح وضيط الكريم أن نحن نحترم الأعيان ونحترم الناس نحن لم نقول لأعيان قفل النفط بمنا لأعيان أي دول قفل حتى يتم التحقيق فيما احنا قلنا عليه من خلل يعني هل يرقل أن هناك اليد يرضى النفط أن يسرق يعني السؤال لسيد صالح وللسيد بنجي أن يسرق النفط هل ترضى النفط يذهب في غير طاعة الله نحن أبناءكم نحن منكم وإليكم نحن تهمنا ليذا كما تهمكم لا نريد الحق ولا نريد للحوار الصحيح الذي بإذن الله سنصل به إلى مصلحة ليبيا نعم سيد البراعسي يعني من خلال مؤتمرك الصحفي وكان التركيز هنا على الخطاب الذي توجهت به يعني عندما خرجت بهذا المؤتمر قلت أكثر من نقطة عليها علامة استفهام قلت بأن مثلا وزير الدفاع الحالي هو عبارة عن صورة لا أكثر وعليه أن يعود لرجله والشرعية الممنوحة للجيش هي شرعية مزيفة يعني علق لي عن حول هذا الأمر ومثلما سأتبهه بسؤال آخر يا أختي يا أختي تفضل لا نغبي الشمس بعين غير باع مش غير باع كل الحكومة لا تملك التقاس كل الحكومة ليس صاحبت قرار كل الحكومة تعمل تحضر وضرق من المسلحة تحضر وضرق من المسلحة فأمر واضح للعالم نعم دعا خصمها يجب أننا الآن لا يوجد شيء جيش توجد كتاب الآن توجد كتاب ولاها لأمريها ولاها لأحزاب معينة سمي لي هذه الكتاب سيد البرعسي الكتاب التي تسيطر اليوم ويصدر قرار بحل التشكيلات وليس بنقلها من مدينة إلى مدينة الشعب يطالب بحل التشكيلات المسلحة يا أكتي نبيش في العالم شعب يطالب بقيام الجيش والشرطة على الشعب الليبي هذه ما سبهه الدولة بدون مطالبة كل دولة نعم سيد البرعسي سيد البرعسي يبدو أن سيد البرعسي هناك مشكلة في الصوت ولكن إن كنت تستمع إلي ما هو موقفكم ما هو موقفكم مما هو حاصل في درنا واليوم درنا من تواجه بالتحديد وإن كانت لديك القدرة على تسمية فلتسمي نعم قلت لك موقفكم نعم موقفكم مما هو حاصل في درنا من تواجه درنا اليوم وسمي لي مع من تكمن هذه المواجهة نحن ضد ما يحدث في درنا وفي طرابلس وفي بنغازي ضد العنف ما يحدث في درنا يا أختي وحدث في بنغازي وحدث في طرابلس هي من كتائب تدعمها الدولة أعطتها شرعية الدولة والآن تريد الشعب يواجه هذه الكتائب لأنها الدولة قاصرة على موجهتها يجب ما يحدث في درنا وطرابلس وفي بنغازي مش مسؤولية الناس مسؤولية الدولة أنا أراهن أراهن وزير الدفاع ورئيس الأركان أن يسنوا القرار في حل أنصار الشريعة لا يستطيع ولكن يريد الشعب يموت في الشارع ويريد الشعب هو من يواجه هذه الأمور يا أختي ما عندنا حكومة والله ما عندنا حكومة جيد سيد البارعصي تحدثت عن وزير الدفاع يعني هو عبارة عن صورة تحدثت عن جيش شرعيته مزيفة قلت أيضا في هذا المؤتمر الصحفي بأنكم في برقة جنود للجهاد ولثورة السابع عشر من فبراير هل برقة هي الأخرى المتمثلة بكم اليوم قد أعلنت الجهاد وهل أنتم مستعدون يعني للخوض في عملية مساعدة أو إن صح التعبير أو الدخول في مساعدة الدولة في مواجهة هذه الكتاب نعم نعم نحن يا أختي أختي نحن هي كلمة الفدرانية في الأساس كلمة الأجنبية نحن نريد نظام اتحادي نحن نريد استقلال الإقليم إداريا وخدميا وماليا فقط جيد قال لك سيد لانجي الآن أعتذر لمقاطعتك ولكن أعطيك المعلومة بأن قال لك الآن هناك وجود لمجالس بلدية ستخصص لها ميزانيات وتنتهي المركزية نعم يا أختي المجالس البلدية والمحافظات اللي حكا عليها ضيفك هذه تصدر بقانون وتلغى بقانون هذا الأمر عشناها أياما عمر الجزافي مرة شعبيات ومرة بلديات كيف تلغى بقانون وضحانا نريد دسترة الأمور دسترة عدم المركزية في ليبيا نبوها في الدستور وهنا سنتفق جيد دعني إذا كان سيد لانجي هل هو متواجد معنا نعم سيد لانجي قال لك ما يحصل هو كل أمور تصدر بقانون وتلغى بقانون وبقانون ونريد دسترة هذه القوانين كيف ترد على سيد البراصي لا لا مطلب 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 شرعي أنا أول من أيد الحكم المحلي وإعطاء اختصاص مالية وإدارية واسعة للمحافظات ويجب هذا أن نص عليه دستورنا الجديدة المرتقب ولكنهم يعني الواضح سيد لانجي الواضح أنهم لا يثقونه لا بأدائكم ولا بإنجازاتكم ولا بقوانينكم والله هذه مشكلة مهمة على كل حال هذه مشكلة مهمة على كل حال لأنه لا يوجد إنسان يعمل إلا ويلقى من ينتقده ويلقى من يعرضه في سنة الحياة لا يوجد في ذلك وبالتالي أنا أتقبل من سيد البراصي قرأه بصدر راحب ورد عليه بصدر راحب كذلك ويجب أن يكون هناك حوار ونقاش مفتوح بيننا أنا أولا أستاذ الفيدرالي أنا أجتمع بهم عدة مرات في مرات مغازي ونقاش تمام عدة مرات حتى آخر مرة كان هوار ما بيني وبين الدكتور أبو بكر بعيرة في هذا الخصوص وحددت على المشروع لنظام المحافظات الموسع وإعطاء كل محافظة إختصاصات واسعة شبيهة بالإختصاصات اللي كانت للولاية في العهد الملك الدستوري في ظل الدستور 51 قبل تعديله هذا يجب نحن نعمل من أجله نحن نبت أن يكون هناك ثلاثة ولاية حيث أن يكون هناك خمسة ولاية سميها ولاية سميها محافظة أنا محافظة في تسميات هذا شيء مفروغ أنا مؤيد هذا الاتجاه بل أندي مشروع قانون في هذه الخصوص وقد أردت على سيد الفيدراليين في مرات مرات ونوقش فأنا معاها هذا أجل لا شك في ذلك ولكن سيد هناك من يتعارض مع قيام المجالس البلدية إن صح التعبير والدستور لم يقم بعد ما الذي يحدد هذه المهام هذه الأمور أليس من خلال الدستور تكمل يعني توضح صورة أكثر لا بلسفة البلدية يصدر فيها قانون تشريح صلاة المنطقة الوطني الهام وصدار كذلك من قبل حكومة التركيب هذا القانون معمول به الآن نعم ولكن ليس هذا القانون يجب أن يكون مستندا إلى الدستور نحن لمرحل الانتقالية ولكن لابد لما الهيئة التأسسية إن شاء الله لما تنتخب بإذن الله تعالى لا بد من مجتمع المدني من نخط السياسية من نخط القانونية من نخط لدينا الباب بهذا الموضوع أن تطرح على الهيئة التأسسية أفكارها في هذا الخصوص ومن ضمنها ومن ضمن اللي يجب نحن نرتفق عليه هو الحكم المحلي در المحلي الموسع لكل محافظة في من هذه ولا بد أن تطمن هذا التسطور بشبكة سابس عندنا نعم سيد لنجي أشكرك نعم أشكرك لأن فعلا الوقت يعني انتهى لدينا فقط أريد أن أمنح ضيوفي دقيقة دقيقة وأرجو الالتزام بها سيد لطيوش نعم نعم تعليقك حول كل مداروة سامعت تفضل وفي دقيقة أرجوك أنا والمرة أشكر السيد أحمد لنجي والتوجه فيما يتعلق بإعطاء المحافظات كامل الصلاحيات التي كانت تتبتع بها الولايات احنا ما نصر لسألنا أن تكون عندنا ثلاث ولايات حتى وأن كان عشر ولايات خمسطعشر ولاية عشر محافظات خمسطعشر محافظة المهم أن كل مدينة يصل حقها وأن يكون توزيع الثروة توزيع عادل حسب عدد السكان هذا هو الشيء المطلوب وهذه هي الفيدرالية المطلوبة احنا لا نتمسك بقصة أقاليم أو قصة ولايات ولكن نحن نتمسك بقصة حقوق فعندما تضمن حقوق الليبيين في الدستور تحت أي مسمى بلدية محافظة ولاية هذا هو المطلب وهذا هو اللي يشد الشعب الليبي بالكامل نعم شكرا انا فيما يتعلق بسيد البلعص بلو الشكر وإحنا رأنا ما نشفي حالة مواجهة لا على الإطلاق هو حوار نأكد أنه مقايا حوار أنه مقفول من قبل حالة المنشآت وأحسن أنه يقول حالة المنشآت لأنه قفل قبل أن يكون هو رئيس مجلس تنفيذي هذا الصح والموضوع أن نحرص المنشآت ونحن نحاورهم ونتمنى بعون الله أن نصل وإياهم إلى حل وهم في النهاية بلكنيبيين ووطنيين لابد أن يصل إلى حل نعم سيد زيدان في دقيقة واحدة تعليقك شكرا سيد لتاوش نعم في الحقيقة نفس سيدا فاتن سأجل الحديث عن عودة دستور 51 لحلقات أخرى لعلي سأقدم الرأي الفقه العلمي الدستوري في هذه المسألة الآن تكلم السيد عبدربا قال بأن لدينا طلبات يبدو أنه يبرر موضوع غلق هذه الموانئ النفطية الآن بحجة الطلبات الآن وهو صدقوت الشعب الليبي الآن نقول إذا كان لديه الطلبات الآن فهذا لا يبرر مسألة غلق الموانئ النفطية لأن الاعتصام السلمي له قانون هو قانون التظاهر السلمي صادر عن المؤتمر الوطني انتقالي قال بأن نحن تمر الوطني العام وهو أرد علينا في الحقيقة أقول له بأنكم لم تمتنعوا بل دعوتم إلى المقاطعة بل بالإضافة إلى ذلك هناك جرائم ارتكبت في حق مقرر لجنة الانتخابية الدائر ثالثة بنغازي هو يقول هل يرضى الآن المحاولون الآن عن سرقة النفط نقول له لا نرضى وهذه جريمة كبيرة وخيانة بالنسبة للشعب في حق الشعب الليبي إن كانت وقعت وإن كانت لديهم الأدلة فليقدموها إلى القضاء قال بأن الشعب الليبي الآن يطالب بحل كتائب الآن ونسوا بأن لديهم هم كتائب الآن نعم نحن نريد يعني نريد المركزية أن تدستر هذا شيء طبيعي يعني طبيعي جدا لأن هناك باب باب أعتذر على مقاطعتك نعم هناك باب بسرطات العامة أعتذر منك والله الوقت انتهى هي دقيقة واحدة سأمنحها لسيد البرعسي لأننا من حقها الرد سيد البرعسي سيدي أولا سيد زيدا مشكور وأيضا يعني نؤكد للحاص صالح نحن لا نتحدى الحاص صالح في مقام الوالد من ناهية وهو أحد عيان برقة نحتمي مرايا كثيرا أنا نقصد بالطلبات في أختي فيما يتعلق بشكل النفط هم طلبين اثنين هو نفسه قال إذا كان فيه سارقة نبو التحقيق الدولة للآن لم تحقق نعم جيد نحن أن بعد تصدير النفط نعرف مصير إراد النفط إلى أين هذه مش طلبات أن الفدرالية مقرونة بتسكير وقفل النفط وإلا نبو نفض النظام الفدرالي وإلا هذه أمور كلها مغلوطة يا أختي نعم وضحة رؤية سيد البرعسي أعتذر منك أعتذر منك الوقت فعلا انتهى يعني سيد لطيوش أكد بأن الاجتماع لا علاقة له الذي حصل اليوم لمشايخ والعيان لا علاقة له بأي توجه هذا ملخص يعني ما قاله سيد لطيوش أيضا سيد لنجي عضو المؤتمر الوطني أكد بأن الاستخدام للقوة لمن يقفلون الموانئ النفطية هو حل أخير والمجالس البلدية ستنهي المركزية الحاصلة السيد فرج زيدان قال أن ما يحصل من قفل للموانئ النفطية لا يبرر ما يحصل وهو قفل لقوت الشعب الليبي وجريمة وخيانة هذا ما قاله سيد زيدان أما السيد البرعسي فأتبع بالقول بأنه أو أن يعني من يتبعون إليه لا يتحدون لا يتحدون المشائخ والعيان ولهم كل الإجلال والاحترام والطلبات مقصود بها هو فتح تحقيق أين يذهب النفط إذن أشكر يعني ضيوفي السيد صالح لتوش أحد أعيان قبيلة المغاربة السيد فرج زيدان الباحث القانوني وأيضا السيد عبد البرعسي رئيس مكتب تنفيذي لما يعرف بإقليم برقة وسيد أحمد لنجي عضو المؤتمر الوطني العام وفي الختام هذه تحية مني لكم فاتن ألام إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر